غرباء في وطنهم نازحون في ديارهم التي أجبروا على تركها عنوة خشية بطش المسلحين بهم توجهوا إلى بغداد بحثاً عن أمان منشود وكغيره من المساجد فتح مسجد الندائي في حي الأعظمية شمال العاصمة أبوابه لإيواء مئة عائلة احنا طلعنا قبل صالنا اليوم الخامس أو السالس يوم صراحة ما أعرف يعني اللين اتهت علينا فطلعنا وصلنا الحباني هاي بعد معاناة يعني يوم بالخالدية ويوم قبل الصقلاوية المنطقة فأجينا وآخر شيء بالحباني يظلينا بايتين يومين اليومين هاي شفنا يعني شفنا مأسات حقيقية بالنسبة للأطفال والنساء أكل ماكو يومين ما ماكلين شوف العالم اللي نايمة بالسيطرة مانا بزيبز يعني ناس نايمة على إثراب يعني هو نازح جايك من هزم العمليات العسكرية والوضع المتأزم اللي صار هناك ونايمة مربع وخمس يام الدور عنده كفيل هذي مين يجيب كفيل لكن حال هؤلاء أفضلوا بكثير من آلاف آخرين لا يزالون بلا مأوى على مداخل العاصمة ينتظرون استثناءهم من شرط الكفيل الضامن أما من دخلوا فقد اكتضت بهم مراكز الإيوائي ودور العبادة حتى وهم يبحثون عن مكان لإيوائهم فإن أعين النازحين تراقب من بعيد ما يدور من معارك في الرمادي التي تحولت أحياؤها إلى ساحة حرب تفوح منها رائحة البارود والدم ما يدور في الأحياء الشرقية والشمالية نسخة مكررة مما يدور في وسط الرمادي التي يعلو فيها صوت الرصاص لكن الجانب الإيجابي في نزوح أهالي المدينة كما يقول نواب الأنبار أنه كشف ظهر التنظيم ولم يبقي لمسلحيه ما يتحصنون وراءه من مدنيين طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد ترجمة نانسي قنقر